وعظم المسلسلات في رمضان السنة كانت يعني كثير منها 15 حلق فقط انتو اخترتوا انكوا تقدموا 30 ايو انا شايف انه حسب ما الحدوتة او القصة الدرامية تحتمل انا عندي هنا في امبراطورية ميم اب وستة اولاد ايو وعندي خطوط درامية كتير قوي تتعلق بالولاد والاب وكمان المحيطين بيهم فبالتالي اكيد انه لو تقديم هذا العمل في 15 حلقة فقط من وجهة نظري يعني كان ممكن يبقى يعني مكسف زيادة عن اللزوم فما تقدرش انك انت تطرح كل الافكار او القصص اللي انت عايز تحكيها من خلال هذه الاسرة يعني ولكن هي للأسف عادات المشاهدة ومش للأسف والحاجة ده طبيعة العصر كمان يعني احنا خلاص في عصر الفيديوهات القصيرة والريلز وانه نطاق للتباه وفي ستة حلقات وسبح حلقات وستة حلقات ده انا بتكلم انه حتى على الموبايل نفسه ناس بتتفرج على المسلسلات والافلام والفيديوهات المصنعة عن طريق جمهوري يعني وده خلاص بقى نمط فيه متواجد فعلا يعني فمين النهار ده يقعد يستنىك تلاتين او ستين حلقات ولكن انا ما زلت شايف انه ما زال حتظل بعض المواضيع اللي تحتمل انها تقدم ممكن كمان في اكتر من تلاتين حلقات